بداية دكتور أسامة ما أهمية جمع الأكاديميين والباحثين تحت مظلة واحدة لدعم القدس والأقصى؟ عندما تتحدث عن حرب مفتوحة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي فلابد أن تجمع جميع الأدوات اللازمة لهذه الحرب وأن تتحدث عن جبهات عديدة هناك جبهة عسكرية جبهة أمنية جبهة سياسية جبهة إعلامية جبهة اقتصادية وجبهة تعبوية الجبهة الثقافية والجبهة المعرفية والأكاديمية واحدة من الجبهات التي ينبغي أن نواجه فيها هذا الاحتلال لأنه لم يكتفي في حربه علينا بالجبهة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية بل أنه شن علينا أيضا حربا ثقافية معرفية وحاول أن يحق ما يدعيه حقا تاريخيا في أرض فلسطين من خلال جملة من الادعاءات والأساطير المؤسسة لهذا الكيان واستلب معها الكثير من الثقافات المنسوبة إلى الحركة الصهيونية المسيحية وحاول أن يقدمها على أنها معطيات حقيقية وحقا تاريخية وسوقها حتى أمام شعوبنا وثقافاتنا الإسلامية التي تتعامل بحياد إيجابي يعني مع هذه الثقافات المسمى عندنا بالإسرائيلية وبالتالي قام بعملية اختراق واسعة لهذه الجبهة مما اضطرنا في مراحل عديدة من تاريخ صراعنا مع هذا الكيان الإسرائيلي أن نوجه له الكثير من المعارك والكثير من الحملات من أجل إيقاف هذا المد على الجبهة التي نحسنها والتي نتقنها وهي الجبهة الثقافية التي هي من اختصاصها اشتركوا في القناة